السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة Good Twins طبعا يا جماعة اليوم إن شاء الله هدفنا يعني نتكلم عن شيء مميز وحصري ويمكن أعدى عليك سابقا لكن استغلاله لازم يكون صح 100% لو أنتوا طلعتوا هان أنا تكلمت أو حطت قائمة التشغيلة تتعلق في الترافك العملاق كيف تروج مقالاتك اتكلمت عن دورك كاملة وتكلمت كمان عن عدة فيديوهات لكن هل تعبك هذا أو الشغل هاد بدك تلتزم فيه بشكل يومي عن جد الأمر صعب هل كل مقال بدك تكتبه تلتزم 100% فيه أكيد لا أكيد لا لأنه الأمر صعب لأنه حياخد يعني وجه تجهد منك فأنا ما بدأ أوسلك لهيك مرحلة ما بدأ أوسلك يعني لتظلك شغال 24 ساعة لا أنا بدأ أحاول أديك في هذه القناة أبسط الطرق لتستغل كل شيء بطريقة صحة ومميزة في الفيديو هاد أنا حابب أتكلم طبعا عن كيف أنت ترسل الزوار لأجل موقعك من قبل هذا واحد أما إن شاء الله في الحلقة السواء القادمة أو بعد اللي راح أتكلم فيها حتكلم فيها عن كيف أنت تنشر في أماكن متعددة بس من خلال بلوجار نفسه يعني لو أنت نشرت مقال في البلوج كيف ينتشر على الفيسبوك على الانستجرام على التويتر على التليجرام في أي مكان خاص فيك بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لكن الفيديو هادا هو الأهم يعني بصراحة أنا بأسميه الأرضية إليك كيف يعني؟ خلونا إحنا ندوس في هالحلقة ونتوكل على الله وإحنا يعني بنشرح إن شاء الله هتفهم كل شيء بالتفصيل وحوضح لك الفايدة من كل نقطة إحنا بنعملها اللي بأتمنى منك إنه تركزت لي في الحلقة هادي 100% لإنه أهم من كل هاي الحلقات اللي أنا أعطتك إياها السبب إنه إحنا بدنا نحافظ على الزوار تبعونا بدنا نحجزهم في مكان واحد عشان نقدر إحنا نرسلهم في أي مقال جديد إحنا بنكتبه أتمنى إنه تكون الصورة وصلت ويلا فينا نبلش بص لي يا معلم هلوقت شغلك بدي يكون هان في هذا الموقع هذا الموقع هو يقوم بلا اللي بدي نشتغل فيها زين التسجيل كيف بدي يكون فيه التسجيل يعمل في عندك علامة جوجل تحت مصبوط وفي فيسبوك وفي قط هب إحنا لأ بدنا نركز على الفيسبوك عشان يكون التسجيل من نفس الإيميل أما من فيسبوك بتخافي نحزف حساب الفيسبوك إشي فمصيبة بتكون الشغلة عد ضغطنا على الإيميل وبنعمل عملية التسجيل ممتاز أنا يا جماعة هلوقت سجلت طبعا من خلال الإيميل مباشرة بيفتح معك بالشكل هاد اللي بدي أوصله أنا أرباحك منه هذا لحاله خيالية ليش في عندك مثلا موقع الأول اسمه جوكرس فرقه مصبوط أكان مشترك موجود فيه 496 منهم المنضمين ومش رفضين 402 يعني أنا بقدر أرسل 402 أبعت لهم مقال اللي بأكتبه تمام تمام في خلال دقيقة طيب قديشة سعيد ممكن تضملي إنك تربح لو كان أنت عندك الرجم هاد تمام لو أنت يا زائر يا عضو يا مشترك اللي بتحضر الفيديو عندك الـ 42 عضو وبعدت لهم الرسالة هادي قديش ممكن تكون أرباحك أنا أنا بناء على توقعاتي يعني أجل إشي أجل إشي أجل إشي 5 دولار لحدود 15 دولار كاملات بس من رسالة واحدة أنت رح تبعتها فعشان هيك لازم تهتمه في هذا الموقع هذا الموقع لازم يكون الكود تبعه موجود عندك في المدونة تبعتك زين يا معنمي؟ طيب كيف بدنا نحطه إحنا يا سعيد؟ إيش اللي بدنا نسويه بالزبط؟ إيش اللي بدنا نعمله تحديداً على أساس أنه نقدر نستقطب ونجلب الزوار هدول أول شغلة شفت أنت قائمة التشغيل اللي أنا قلت لك ركز عليها هادي بدك تركز عليها عادي بدك تنشرفه كل مكان تمام؟ بس الموقع الأول اللي بد يكون قدام عينيك هو هذا الموقع لازم تسبته أول إشي أنا باعتزر طبعاً إني ما قدمتوش في البداية لأنه خلص أنا عندي محفظة كاتب فيها الفيديوهات اللي بدك تتسجل على الترتيب اللي أنا عامله المهم هالوقت يا جماعة أنا بدي أجي وبدأ أعمل الموقع هادي تبع جود تونز اللي هو ياسيد العزيز جود تونز الخاص بالبلوغ سبوت زين؟ هدا موقع تمام القالب اللي فيه سيو بلاس بدي أجي أركب فيه الإشعارات على أساس أكسب شيء كويس طيب إيش اللي بدأ أسويه بالظبط أنا عشان أقدر أكسب أول شغلة ياسيد العزيز بدي تيجي تضغط على كلمة العلامة هادي اللي أنا ضغطت عليها تمام؟ أظن الأمر واضح لحتى اللحظة نستنى نونعا بالما تفتح ونسمي بسم الله الحمد لله هيك فتحت طيب اضغط عليها كويس السطر الأول هدا بقولك أنا نيم ابيز اور ويب سايت أنا بدي أسميه بالعربي جود تونز تمام؟ خلص الله يخلف عليك بقولك بدي أياه لقت جوالة القبل ولا جوجل اندرايد طبعا أنا بدي أقول له بدي ويب بوش فبقى أضغط عليها طيب تمام؟ بعد ما اضغطت يا جماعة على ويب بوش ايش اللي بدأ أسويه بدي أجي أنا أحول سطح مكتب عشان أنا أقدر أتحكم في الموقع بشكل صح زين يا معالمي؟ معلش لازم سطح مكتب طيب ممتاز هيك يا عمي كويس خلينا نعيد بس لحكناه هنا بنكتب جود التوينز تمام؟ وبنضغط على ويب بوش وبنقول له نيكست بالشكل هذا هالواجهة بتفتح لنا صفحة جديدة تمام؟ طبعا أنا العلامة تابعة جوجل كروم لضغط عليها بقول له يعني اظهر لي الإشعارات هذه بس في المتصفحات التابعة على جوجل كروم سواء هواتف جوالات كمبيوترات أي أن كان طيب ممتاز لو أنت طلعت هنا بقول لك فيه دور رقم واحد تشوز انتكريشن تمام؟ وفي عندك هنا اللي هو هادي اللي أنا ضغط عليها في النص هادي هي اللي بدي إياها لأنه لو أنت طلعت فيها كويس حتلاقي في الصورة مرسوم علامة بلوجر أو وورد بريس أو الشوفاي احنا خلينا على البلوجر ضغط عليها بالشكل هاد أظنني لحتى الآن أنا واضح طيب تمام أول ما اضغط أنا على بلوجر زي ما انتم لاحظين ظهر معي رقم اتنين أول شغلة بقولي هان سايت نام اسم الموقع تبعك إيش اسم الموقع تبعك يا بيبي؟ تعال لي هان اضغط لعلى الزائد وشغل الموقع تبعك إيش اسمك أنت يا موقع؟ خلينا أنا بس أنسخ الدومان يعني نسخ الدومان زين؟ بعد ما نسخ الدومان خلينا أدخل هنا وهنا بدي أجي أقول له اسم الموقع بالإنجليش اسمه جود جود توينز تمام؟ جود توينز بلوج أنا بدي أسميه عشان أفرق بينه وبين أخوه تاني طيب ممتاز بقولك هنا اضع الرابط طبع الموقع الخاص فيك بيضل يضغط بصبعي زي هيك وبقلصق هاد زين؟ دربها لك يكون مكتوب أم يساوي واحد إذا كانت مكتوبة اشطوبها وخليها لعين دوت كوم ممتاز هاد اللي تحتها مقال أوتو ما بدناش نلعب فيها سيبها طيب ماشي هنا بقولك دفيولت آيكون يو أرأل وبتيجي بتعمل أبلود بتضغط على كلمة أبلود وبتحمل تحميل الصورة من عندك من جوالك تمام؟ احفظ الصورة تبعة الموقع على الجوال تبعك وبتحملها هاي تشوز فايل اختر الصورة بقولك وان الصورة هاي هاي هادي مثلا أنا عاجباني تمام؟ بس هي كان عشان الصورة وهي كلمة تسيف هاي بسواني هاي يحمل الله يخلف عليك يا معلمي انزل لتحت مين كمان في عنا؟ في عنا له رقم 3 تركزلي على رقم 3 هي المهمة أصلا شو بدنا فيها رقم 3 اضغط لها على ادد ابروميمت هاي دي تمام؟ ممتاز كتير هيا فتحت معنا زغرت الشاشة هيك شوية تمام آه ايش اللي بدنا نسويه نهار أبيض؟ بقولك هاي جيتها انت لو طلعت هنا تمام؟ في النقطة هاي دي اللي بضغط عليها أنا في عندك ومديم وسمول بقولك حجم الايقونة تبعت الجرس قدش بدكيها؟ بدكيها دبل كبيرة ولا صغيرة ولا وسط؟ أنا أفضل تكون دبل ليش؟ يا جماعة لما تكون دبل المشترك غصب انه عنه رح يشوفها قدام عينيه رح تجننه فأكيد يعني الاحتمال الأغلب انه رح يشترك عشان هيك انت اضغط عليها ضبل زين؟ ما عجبكاش فيك تعملها وسط مش وسط اللي بدكيها طيب تحتيها location المكان بقولك بدكيها left ولا right يعني شمال ولا يمين طبعا انت بتحدث اللي بدكيها تمام؟ أنا عشان عارب الموقع تبعي بفضل أحطها right طيب اللي تحتيها لو الصورة بدك ايش الصورة تكون عندك؟ انت حابب الشو؟ أنا طبيعتي احمر عاجبني خلاص خليها عليهك حابب تبدل تضغط علي اللون الأحمر ويبدأ بدع لحالك يا سيدي زين؟ انا ما بديش ايها خليها عليهك طيب هل احنا هيخ خلصنا؟ لا ما خلصناش لسه في كمان شغل لو انت طلعت تحتها في كلمة head pull if user هادي سيبك منها تركز لعلي تحتها custom build text اللي هو هادي فتحناها بالشكل هاد هادي بدي تركز فيها لانه الكلام اللي انت حتكتبه فيها هو اللي هيجذب الزائر يا اما انه يشتريك يا اما انه لا فعشان هيك تركز في الكلام اللي بدك تكتبه فيها طيب ماشي خلينا في السطر الاول هالوقت هانا بقول لك when users are not yet subscribed بقول لك تحت هو كتب لك يا بس اصلا بالانجليش اللي في المربع نفسه بس انت ترجم لعربي ها تعال نترجم ودك تقول له هان اشتريك في اشعاراتنا تمام خلص خلصنا طيب هنا اشترك ليتصلك كل مقالاتنا مثلا خلصنا الله يخلف عليها اللي تحتها اغلاق مثلا الاشعارات انت طبعا فيك تبدع على كيف كيفك مش اشكال طيب هنا ها شكرا لاشتراكك هادي اللي بدينا نعملها بس طيب تحتيها هنا بقول لك you want to receive navigation again يمكنك الاشتراك لاحقا تمام ها انزل كمان تحت هادي خلينا نسميها مثلا مدير الاشعارات تمام هنا انسبسكرايب غير مشترك او لاحقا تكتبها على مزاقك هنا يسيد العزيز اغلاق الاشعارات تمام هنا تابعنا ليصلك جديد اشعاراتنا طبعا انت ترجم الكلام اللي بالانجليش وبدع فيه على مهل مهلك خلص خلصنا شوي انزل تمام اسحب دي اياه شوي هيك اه طيب ماشي هاي الشكل يا جماعة اللي بد يكون معنا زي ما انتم شايفينه هو هذا شايفين كيف العلامة الحمرة لتحت تابعة زرد اشعارات طيب هانا بقول لها جديش بدك انت حجمها جاي في النص لا تحت مش لا تحت فاحنا هادي كمان بدنا نركز عليها انا اللي بدي يا منك تخلي الجرس تبع الاشعارات في النص في النص الشاشة جاي يا اما على اليمين يا اما على الشمال لكن في النص ليش نحاول نخلي هالاشعارات زي يعاق عليه تمام يعني اللي نجزبه انه يضغط عليه من الاخر تماما جماعة انا هالولا التلاتة اللي مكتوب فيهم 15 15 15 سيبهم اليك لكن اتمنى منك انك تخلي الزر الموجود تحت تبع الاشعارات في النص في النص احسن بكتير بكون زين يا معالمي طبعا انا كتابت هنا غير موافق هنا لازم اكتب موافق ممتاز طيب ماشي هل جيت هل هذا كله صح مزبوط معي جاي اه والله يا سعيد تمام تمام انت هيك تعال اضغط له على كلمة done هيكد احنا عملنا اول واحدة تمام هادي هي الاولى اللي احنا اسف عملناها تمام هي هادي تمام هيضان والتانية هادي اللي نزلت معنا يا جماعة اللي هو هادي اللي بتيجي معنا بالشكل هاد هادي طبعا نزلت معنا اوتوماتيك لكن احنا بدنا نعدل النص اللي فيها برضو فايش اللي لازم نسويه لو انت طلعت custom slide تعال يا عمي ادخلوا عدل هذا الكلام اللي انت شايفه تحت بالانجليش لهو انا قصدي هذا الكلام تمام بدنا نغيره عشان نغيره صح بدنا نيجي نكتبه بس بالعربي ترجمه يا معلمي يمكنك متابعتنا لتحصل على اخر مقالاتنا تمام خلصنا منها button cancel غير موافق او مثلا كلمة لاحقا يا سيدي هادي اساسية هي التوب اصلا وهنا بدك تقول كلمة موافق ملحوظة هذا الموقع يا جماعة احلى حاجة فيه انه متوافق مع سياسات AdSense بس فيه مشكلة لو انت تحيالت على الموقع او على الاشعارات هادي تمام يعني استغلتها بصورة غلط AdSense هتخلعك بلوك هتجيبك ارض جو يعني كلمة موافق او لاحقا هدول اللي انا كتبتهم لو انت عكستهم مصيبة لانه انت هيك بتشتت زائر بتحاول تاخد منه اشتراك وهو ما بدوش اصلا وكل الاحتمالات قلتلك اللي احنا بنفكر فيها هما اصلا عمدين حسابهم فيها فهشان هيك اشتغل صح طيب تمام خلصنا وعملنا هادي وترجمناها اكتب له done زين خلصنا منك طيب تمام مين بيضل عنا هنا بدا نيجي بس هنا بدا نكتب كلمة شكرا لاشتراكك او لانضمامك معنا تمام خلص خلصت انا هيك تعال يا عمي ونزل لتاحت و بس خلص هدول كلهم هيك جهزوا ملكي عش دعوة في لتاحت هدول اضغط على كلمة save حفظ كلي هالوجد بحولني على كود الكود هادي يا جماعة لازم نركز عليه ونكسبه تمام بدا ننسخ الكود صح وناخده ونطلع على الاتش تي ام ال في القالب ونحطه زي الدكتور زي الباشا تمام وهيك بتكون انتهت قصتنا ها كيف بدنا ننسخ الكود copy code هين ضغطنا عليها خلص خلصنا نسخنا هيك وضغطنا finish زي ما انتو شايفينا جماعة عشان تفتح معنا الصفحة بالشكل هات طيب ممتاز هجيت احنا نسخنا الكود حفظنا بدنا نيجي ندخل على المدونة تبعتنا خلينا نفتح صفحة جديدة تمام بس المرة هادي بدنا ندخل على المدونة من وين المدونة نفسها اتضبط الاعدادات عشان نشتغل صح واركب الكود ماشي عم سيسو طبعا جماعة دخلنا على المدونة تمام بدنا اجي انا ادخل هالوجه على المظهر تمام ومن المظهر بدنا اجي اضغط على علامة السهم وبأضغط التعديل HTML زين يا معلمي اظن الشغلة بسيطة وسهلة لحتى اللحظة طيب تمام يا ترى وين يا سيسو بدنا نسخ الكود وين يا سيسو يا سيسو انت جننتنا يا سيسو وين اه لو انت بصيت هان عندك هادي رقم اربعة مش في كلمة هد اضغط لي عليها انزلي لتحت نونة عشان نبعد هدنا من هادي فيك تلسق القالب هان الكود هانا تمام وتيجي وتضغط عملية حفظ زين يا معلمي بس في مشكلة انت لو نسخت الكود هان الموقع حيكون دقييل شوية يعني يعني بنسبة حوالي خمسة ستة في المية زين فانا افضل انه انت بدل ما تنسخ الكود بالشكل هذا هانا تمام اضغط على الرجم 3 شايف في عندك علامة HTML بضبل لك كل الاكواد تمام بالشكل هذا زين يا معلمي شايف كلمة هد هدي بدنا نبدأ احنا اللعبها بس اضغط لي هان بالزبط شايف وين ضغطت وانزل في هد انزل 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 تمام وتعال السق للكود هان هذا المكان السليم والصح لنسخ الكود تمام بتنسخ الكود بعدين مباشرة بس بضي الكلمة هد وفكت فكينا انتهى الموضوع احسن ما تنسخوا اول اشي ليش عشان ما يصيرش عندك خلل عشان لو ضفت لك قدام اكواد تانية ممكن تتغلط وتطلع مثلا ضيفة هان معناته الكود هده مش هيشتغل معك فاتمنى انه تكون الصورة هيك ووصلت طيب ماشي خلصنا ونسخنا الكود تمام بنيجي يا باشا وبنعمل عملية حفظ بما انه حطنا الكود اخر اشي بالشكل هاد تمام وبتتأكد انه كتب لك تم التسبيت بنجاح زي ما انتو شايفين بالزبط طبعا انا حزفت الكود الجديم اللي حطته اول اشي تمام وهيني اجيت ضغطة حفظ طبعا انت ممكن تسأل طب ما انت كان حكيت لي يعني انه نحطه اخر اشي وخلاص انا يا جماعة شرحت زي هيك على اساس انه في ناس ما بتقدرش تصل لنهاية لنهاية الاكواد هدي كلها فعشان هيكت ممكن حطه اول اشي عادي تمام بس اللي بتكسب سرعة على الموقع والزكي بيقدر حطه اخر اشي طيب هل اشتغل الكود هل وجد يا سيسو اي عم اشتغل تعال وافتح المدونة تبعتك عادي زي الباشا لو انت اجيت شغلت المدونة مباشرة هيشتغل معك الكود وحيفتح عادي بدون اي مشاكل اتصفح يا بالمدونة تبعتك عادي كأنك زائر زي ما انتو شايفين يا جماعة الرمز الاحمر اللي تحت ظهر معك لو انت ضغط عليه هيبقول لك اشترك في قناتنا انا ما بديش اشتركه الله روح تمام خلاص هيك انت في الامان هيك انت كسبت مليون في المية من الشغل طيب يا باشا ايش هالوقت كمان بدنا نكمل ايش اسيسو ايش اللي بدنا نعمله عشان احنا نكمل صح يا معلمي تخيل انه انت عندك الاربعمائة مشترك هدولة في اللي هو الجرسات او في الكود هاد او الموقع هاد كيف انت بدك ترسلهم هانا السؤال المهم طبعا انا هجاوب عليه ان شاء الله في حلقة جديدة على اساس يكون الاشي واضح لان ما بديش اضغطكو يعني يكون موضوعين في نفس التوجيد فعشان هيك اتفي فيديو جديد جديد ان شاء الله هتكلم عنه فيديو صغير كتكوت صغير اتمنى بس المهم انه تكون الحلقة هاده وصلت ولا تنسوا يا جماعة يا اما بتضغطوا لي اعجاب يا اما اذا ما حبيتوا الفيديو في النهاية اللي بده اوصله هذا الموقع والله يعني بضم كل تعبك اللي انت بتتعبو يعني انت لما بتنشر على فيس وعلى تويتر وهان وغاد لو اجالك زوار حرام ضيعوا منك انت في النهاية لازم تحويهم وعشان تحويهم صح لازم تكسبهم في هذا الموقع لازم ينضموا الو طبعا هذا الموقع يا جماعة بيقبل انا عندي طبعا منه في عندي حسابات فيها عشر تالاف شخص يعني لما بدي ايجي ابعت مقال واحد صراحة انا ببعت الشي مش قصة مقالات لكن انا بشتغل في الترويج في الـ CBA فلما بدي ابعت منتج او اشي زي هيك تمام بقى حقي ارباح خيالية ولو كنت بدي استغله لما قال بلوجر ابعته يعني من العشر تالاف شخص بإمكاني احقيقل ازاي حركة بديش ابالغ لكن في حدود 200 دولار اجل اشي فاتمنى انه تحافظوا عليه هذا الموقع بيقبل مجانا لعشر تالاف شخص مدى الحياة بعد العشر تالاف بحابب تشترك ويكون يعني اذا عندك مشتركين اللي ينضموا وشغلك ماشي بتشترك سنويا فاتمنى انه تكون هيك الصورة وصلت مية في المية واتمنى انه تكون الحلقة عجبتكم والله يعطيكو الف الف عافية واتمنى تدعو لي السلام عليكم